مالفو وهو قاعد بياكل مع امراته بيرل وبتكون بيرل شايفة انه شخص فاشل ومش قد المسئولية وطول الوقت بتستاذق بيه وبتقوله ان اخوه تشاز احسن منه لانه معه فلس كتير وبيضايق ليستر من كلمها وبيسيبها وبيروح الشغل ويناك بيعد مع اتنين من العملاء بس مش بيقدر يقنعهم انهم يشتروا من الشركة بتاعته واسناء ما كان ليستر في طريقه للبيت بيتوتر جدا لما بيشوف صديقه القديم سام قدامه لانه دايما بيصخر منه ومش بيحبه وبيحاول ليستر يتجنب الكلام معاه لكن سام بيفضل يتنمر عليه هو اولاده وبيكون على وشك انه يسدد له لكمة ولما ليستر بيحاول يتفادها بيتخبط في ازاز محل وبيتصاب في مناخيره وبعدها بيروح المستشفى عشان يعيلك جرحه وبالصدفة مالفو بيبقى موجود في نفس المكان وبيقعدوا يتكلموا وبيتعرفوا على بعض ولما مالفو بيعرف ان فيه شخص اتعرض لليستر وكان بيصخر منه بيدايق جدا لانه مقدرش يدافع عن نفسه وبيفهموا ان العمل كده يستحق ان حياته تنتهي وبيعرفوا انه هيخلص عليه وهيعقبه على كل اللي عمله معاه ووقتها ليستر بيستغرب جدا لكن مش بياخد كلامه بجد وبيسيبه وبيمشي وفي الوقت ده بيوصل الشوتي فيرن والمساعدة بتاعته مولي لمكان العربية اللي مالفو عمل بيها حدثة وبيشوف فيرن دم على العربية وبيخمن ان السواء خبط دماغه فيها وتصاب ولما بيفتح شنطة العربية بيلاقي فيها جسة الغزال اللي اتخبطت وبتعرفوا مولي ان فيه آثار خطوات شخص في المكان وبيمشي فيرن ورا الآثار وبيتصدم لما بيلاقي جسة شخص متجمدة في الغابة وبنكتشف ان ده نفس الشخص اللي هرب من مالفو وفي نفس اليوم بيوصل مالفو لمكان شغلي سام وبيفضل يسخر منه وبيتدايق سام وبيكون على وشك انه يخلص عليه بس مالفو بيسيبه وبيمشي وبعدها ليستر وبرل بيروحوا لبيت تشاز عشان يحتفله بعيد ميلاد ابنه ووقتها تشاز بياخد ليستر عشان يوريله السلاح الجديد اللي اشتراه ولما ليستر بيمسكه عشان يتفرج عليه بيقع من ايده وبيتكسر وبيتعصب تشاز جدا وبيقوله انه شخص فاشل ورغم انه اخوه الكبير لكن مستحيل ياخده قدوة في حياته فبيزعل ليستر جدا من كلامه وبيسيبه وبيمشي وتاني يوم بنشوف شخص اسمه دان قاعد في المكتب بتاعه وبنعرف انه صاحب شركة وبيدير اعماله المشبوهة عن طريق تأجير المجرمين اللي زي مالفو لرجال الاعمال علشان يخلصوا لهم مشاكلهم وبيتصل مالفو بيه وبيبلغوا انه نفذ المهمة بتاعته وانه هيقابله قريب عشان ياخد معلومات عن المهمة الجديدة وقتها بتشوف مالفو وهو بيرائب سام وماشي وراب العربية وبنكتشف انه ناوي يخلص عليه زي ما قال ليستر وبالليل بتيجي مكلمة الفيرن وبيعرف منها ان في جريمة حصلت وبيتحرك لمكان الحدثة ولما بيوصل بيشوف جسد سام وبيزعل جدا عليه وبتعرفه مولي ان سام كان بيشتغل مع عصابة تهريب سلاح اسمهم فارجو وبيخمن فيرن ان وفاته ليها علاقة بيهم وتاني يوم ليستر كان في طريقه للشغل وبيشوف مالفو وهو داخل المطعم وبيخاف جدا لما بيفتكر كلامه معاه وبيكون شاكك انه مجرم ولما بيوصل للشغل بيعرفه مديره بو ان سام فقط حياته وبيتصدم ليستر وبيتأكد ان مالفو هو اللي خلص عليه وفورا بيروح له المطعم وبيسأله لو كان هو اللي عمل كده وبيفهمه مالفو انه خلص العالم من شره وانه واحد زي سام كان المفروض حياته تنتهي من زمان وبيطلب منه يتغير ويحاول يبقى شخص تاني لان العالم مليان حيوانات متوحشة ولو ما بقاش زيهم هيتاكل وبالليل مالي كانت في المستشفى وبتتواصل مع فيرن وبتعرفوا ان في ممرضة حكت لها عن شخص كان مصاب في راسه وشكله غريب جدا ومخيف وقالت لها كمان انه كان بيتكلم عن سام مع واحد تاني اسمه ليستر وبتخمن مولي ان الجثة اللي لقوها على الطريق وحادثت وفاة سام مرتبطين ببعض وبيستغرب فيرن جدا لما بيسمع اسم ليستر لانه مصحاب من زمان وبيبلغ مولي انه هيروح له البيت علشان يستغبه وفي نفس الوقت ليستر كان بيحاول يصلح الغسلة بتاعتهم في قبو البيت ولما بيجربها بتفضل تعمل صوت عالي وبتطلع دخان وساعتها بتسخر بيرل منه وبتفهمه انه فاشل وعمره ما ينجح في اي حاجة وبيتعصب ليستر جدا من كلامها وبيمسك شاكوش وبيفضل يضربها بيه وبينهي حياتها وبعدها بيتصدم من اللي عمله وبينهار وبيروح فورا يتسل بمالفو وبيطلب منه يساعده عشان يخفي الجثة وبعد شوية بيوصل فيرن البيت ليستر وبيتصدم ليستر اول ما بيشوفه قدامه ولما فيرن بيسأله عن مراته بيعرفه ليستر انها مسافرة وساعتها فيرن بيلاحظ اثار دمه على الارض وبيطلع المسدس بتاعه وبيطلب من ليستر انه يقعد على الارض وبيتفاجئ لما بيشوف جثة بيرل في القبو وبيحاول يتسل بالشرطة من خلال اللاسلكي وفي اللحظة دي بيزهر مالفو من وراء وبيمسك البندقية بتاعت ليستر وبيصيبه بطلقة وبينهي حياته وبينزل بعدها للقبو عشان يخفي الجثة وبتوصل مولي بعد ما سيبعد جزء من الرسالة بتاعت فيرن وبيترعب ليستر لما بيشوفها وبيروح عشان يحذر مالفو بس مش بيلاقيه فبيجري ليستر باقصى سرعة نحية الحيطة وبيخبط راسه فيها وبيفقد الوعي عشان يباني ان في شخص تهجم على البيت وخلص على امراته وفيرن وافقده الوعي وبعدها مالفو بيسرق عربية ليستر وبيهرب وفي الطريق بيوقفوا شرطي من مدينة ديالوث اسمه جريملي بسبب سرعته وبيفهموا مالفو انه سارق العربية ومش معاه اوراق وبيهددوا انه لو ما سابوش يمشي هيخلص عليه هو وعائلته فبيترعب جريملي من كلامه وبيسيبوا يمشي وتاني يوم بيفوق ليستر في المستشفى وبيكتشف انه تصاب في ايده بشظايا من وقت الحدثة وبيتطمر ان الشرطة مش شكة فيه وبعد كم يوم عصابة فارجو بتبعت اتنين من رجالتها علشان يعرفوا اللي حصل مع سام وبيروحوا يتكلموا مع ريك المساعد بتاع سام وبيسألوا عن اللي حصل وبيحكي لهم ريك ان في شخص غريب جيل سام الشغل وعمل مشكلة معاه من غير سبب وبيقول لهم على مواصفاته وبيطلب منهم يوصلولو في اسرع وقته وياخدو حق سام وبعدها مولي كانت في العزة بتاع فيرن وبتتكلم مع الشرطة باب وبيتفهموا انها شك ان ليستر متورط في وفاة فيرن وبيعرفها باب ان ليستر كان صديقه في المدرسة وانه شخص كويس ومستحيل يرتكب جريمة زي دي وبيخمن ان في شخص كان بيحاول يسرق بيته وخلص على بيرل وضربه لحد ما فقد الوعي وان فيرن لما وصل للبيت المجرم شافه وضربه بالنار وانهى حياته هو كمان وبيبلغها انه هيحقق مع ليستر عشان يثبت لها صحة كلامه وبعد شوية بيوصل باب ومولي لبيت ليستر وبيسألوه عن الشخص اللي كان بيتكلم معاه في المستشفى عن سام وبينكر ليستر انه يعرفه وبيفاهمهم ان الممردة ممكن تكون سمعت غلط وبيصدقوا باب وبيسيبوا وبيمشي وفي الوقت ده مالفو بيروح لمكتب بريد وبيستلم طرد جيله ولما بيفتحه وبيلاقي فيه هويته المزيفة الجديدة ومعاها كتاب عن صاحب مجموعة محلات اسمه جاك وبيعرف مالفو ان جاك هو مهمته الجديدة وفي نفس اليوم بيروح يقابله وبيحكي له جاك ان فيه شخص بيهدده عاوز منه فلوس وعشان كده طلب المساعدة من دان وبيسلمه رسالة التهديد اللي قتله وبيخمن جاك النمرات وهي اللي بتعمل كده وده لان فيه بينهم مشاكل وهي رفع على قضية وعايزة تاخد نص املاكه وبيطلب من مالفو ان يوصل اللي بيعمل كده ويخلص عليه وبعدها رئيس الشرطة في مدينة ديلوث بيجتمع مع الزباط وبيبلغهم بالجرائم اللي حصلت في بيماتجي وبيطلب منهم يعرفوا مين الشخص اللي مسؤول عن كل الجرائم دي في اسرع وقت وهنا جراملي بيفتكر اليوم اللي وقف فيه مالفو بسبب السرعة وبيشك ان هو المجرم وبالليل رجال عصابة فارجو بيروحوا لاخر مكان سام كان فيه قبل ما يتعفى وبيسألوا العمال اللي هناك لو كانوا شافوا الشخص اللي خلص على سام وبيبلغوه بالمواصفات اللي ريك قال لهم عليها ووقتها بنت من الشغالين بتعرفهم ان فيه شخص اسمه لاني بيجي يصهر في المكان بنفس المواصفات دي وبيتفاهموا منها سمعته بيتكلم عن سام كتير بطريقة مش كويسة وبيتشاور لهم عليه وساعتها رجالة فارجو بيربطوه بياخدوه في شنطة العربية وبيروحوا لريك لكن ريك بيأكد لهم ان مش هو ده الشخص اللي جيل سام وفي الوقت ده مالفو بيروح يقابل ألين طاليقة جاك وبيفهمها انه محامي جاك وبيفضل يسألها عنه عن سبب طلقهم عشان يجمع معلومات اكتر ويعرف لو كانت هي اللي بتهدده ولا لأ وبيروح مالفو البيت وبيقعد يسمع شراية التسجيل بتاعته وينا بنكتشف انه مسجل المكالمة اللي كانت بينه وبين لستر وهو بيطلب مساعدته عشان يخبي جثة مراته ويهدده انه لو شافه مرة تانية هينهي حياته وبنعرف انه متضايق من مالفو جدا لان جاك طلب المساعدة منه رغم انه هو اقرب واحد ليه وتاني يوم العصابة بتاخد ليني البحيرة متجمدة وبيعملوا حفرة وبيرمو فيها وبيسبو وبيمشو وبعد كاميون مالي بتوصل لهوية الجثة اللي لقوها في الغابة وبتروح للشركة اللي كان شغال فيها علشان تحقق في القضية واناك بتعرف ان الضحية اسمه فال وبيتفاهمها صديقته انها شافت المجرم وهو بيتهجم عليه وبيحتجزه وبتاخد مولي مواصفاته وبتروح تتفرج على شريط كاميرات المرأبة لكن شكل مالفو مش بيكون واضح فيها وفي الوقت ده مالفو بيقدر يعرف ان آلكس مدرب الرياضة بتاع آلين هو اللي بيهدد جاك وبيروح يواجهه وبيخاف آلكس جدا وبيفاهمه انه بيشتغل عند جاك وآلين من زمان وانه يستحق مكافأة وبيعرض عليه ياخد نص الفلوس مقابل انه يسيبه يعيش فبيقرر مالفو انه يستغل خوف جاك وبيتفق مع آلكس انهم يبتزوا وياخدوا منه مبلغ اكبر من اللي هو طلبه وبعدها جراملي بيكون قاعد في المكتب بتاعه متضايق جدا لانه سمح لمالفو انه يهرب وما قبطش عليه وبيبحث عن ارقام العربية اللي كان ركبها وبيتصدم لما بيعرف انها عربية ليستر وبيخمن انه هو نفس الشخص اللي هجم عليه وسرق عربيته وخلص على امراته وبيروح للدارين رئيسه وبيحكي له على اللي حصل وبيتعصب دارين عليه لانه سمح لمجرم انه يهرب وبيهدده انه هيتروده من الشغل لو ما قبطش عليه في اقرب وقت وفي نفس اليوم مالفو بيبدأ في تنفيذ خطته وبيدخل لبيت جاك بيهدوء علشان محدش يحس بيه وبيبدل العلاج بتاعه بمخدر يخليه صاحي طول الوقت ويمنعه من النوم علشان يتعبله اعصابه ويشتته وبيخرج من البيت على اخر لحظة قبل ما جاك يشوفه وساعتها جاك بيتصدم لما بيلاقي جسة الكلب بتاعه على الارض وانا بنعرف ان مالفو خلص على الكلب عشان جاك يفتكر ان اللي بيهدده هو اللي بيعمل كده ويخليه خاف وينفس كل طلباته وبعد شوية رجالة فارجو بيروحوا لشغل ليستر وبيسألوه عن سام وده بسبب انه عمل معه مشكلة قبل ما يفقد حياته وبيخاف ليستر جدا وبيعرفه من نسام كان صديقه وانه مستحيل يقزيه وفي اللحظة دي بتوصل مالي للمكان عشان تعرف من ليستر معلومات اكتر عن الحدثة فبيخاف رجال العصابة وبيمشوا وتاني يوم جاك بيتعصب على مالفو لانه ماقدرش يوصل للشخص اللي بيهدده فبيطلب منه مالفو انه يديله شوية وقت وبيعرض عليه انه يسمح له يبات معاه في البيت علشان يحميه خصوصا بعد ما المجرم قدر يدخل للبيت وينهي حياة الكلبة وفي نفس الوقت مالي بتروح لمكتب باب وبيتسلمه الملف اللي فيه صورة مالفو وبيتعرفه ان ده الشخص اللي ورا جريمة الجسة المتجمدة وانها شك انه هو نفسه اللي خلص على فيرن وبعد شوية بيوصل جريملي للمكان وبيعود مع مالي وبيفهمها انه وقف عربية قبل يومين وكان فيها شخص غريب جدا وانه لما بحس عن العربية تفاجئ انها ملك الليستر فبتوري له مولي صورة مالفو وبتفرح جدا لما جريملي بيتعرف عليه وساعتها بتتأكد ان النظريتها صح وان الليستر متورد في القضية وبالليل جاك بيدخل الحمام علشان يستحمى وبيترعب لما بيلاقي الدش بينزل دم بدل المية وانه بنيكتشف ان مالفو هو اللي عمل كده علشان يخوفه ويخليه يدفع الفلوس وسنة 1987 بنشوف جاك مع امراته ألن وفي طريقهم لمدينة جديدة وبنعرف انهم كانوا مديونين بفلوس كتير وعشان كده خرروا يهربوا ويعيشوا في ولاية مينيسوتا وفجأة بتعطل العربية في نص الطريق ومحدش بيساعدهم وبياخد جاك عهد على نفسه انه هيبقى متدين باقي حياته لو خرج من المشكلة اللي هو فيها ووقتها بيلاحظ حاجة غريبة فوست التلج ولما بيحفر فيها بيلاقي شنطة مليانة فلوس وبيفرح جدا انه دعوته استجابت وبينكتشف ان ده السبب اللي خليه بقى اغنى واحد في المدينة وفي الوقت ده بيجي بلغ لجراملي علشان يحقق فاضية الكلب بتاع جاك وبيوصل للمكان وبيتصدم لما بيشوف مال فواف قدامه فبيصوب جراملي المسدس عليه وبيلبسه الكلبشات وبياخده على مركز الشرطة عشان يحقق معاه وبعد شوية بيتصل بمالي وبيعرفها انه يدر يقبض على المجرم وبتفرح مالي جدا وبتطلب من باب انها تروح تحقق معاه لكن باب بيرفض وبيأمرها تفضل هنا وهو هيروح بنفسه وفي نفس اليوم ليستر بيروح لبيته عشان يلم حكته لانه قرر يبيع البيت بعد اللي حصل وبيفضل يتقلم بسبب الجرح اللي في ايده وبيباني ان حالته حرجة جدا وبنعرف انه مش عايز يروح للدكتور لان لو حد اكتشف ان في شازية في ايده هيتورد في الجريمة وهيعرفه انه كان موجود وقت ما فيرن اضرب بالنار وبعدها باب بيوصل لمركز شرطة ديلوث وبيقابل دورين وبيسأله عن مالفو وبيستخدم مالفو الهوية المزيفة وبيفهمهم انه كاهن واسمه فرانك وانه بيشتغل في كنيسة اسمها لوثر من ست سنين وبيعرفه دورين انه متهم بسرقة عربية من يومين وبينكر مالفو وبيفهمه انه كان بيحتفل مع اصدقائه في الكنيسة في الوقت ده وبيروح دورين عشان يتأكد من صحة كلامه وبيتدايق جريملي جدا لان مالفو بيخدعهم ويخرج من السجن وفي نفس اليوم مالي بتقعد تحقق مع موظفة استقبال في فندق وبتفهمها ان ليستر اتصل بشخص في الفندق اللي بتشتغل فيه يوم الحادثة وبتديها مواصفات مالفو وبتسألها عنه وفعلا بتتعرف الموظفة عليه وبتفهمها انه كان مقيم عندهم في الفندق وفي نفس الوقت دورين بيتأكد من صحة كلام مالفو وبيضطر يفرج عنه خصوصا ان الصورة اللي خدوها من كاميرات المرأبة مش واضحة ولا مبينة شكله وبيروح بعدها لجريملي وبيتعصب عليه لانه صوب مسدسه على كاهن وفي نفس اليوم رجال العصابة بيهاجموا ليستر وبيحتجزوه في شنطة العربية وبعد شوية بيوصلوا للبحيرة المتجمدة وبيطلعوا من الشنطة وبيكونوا على وشك انهم يرموه في البحيرة وبيطلع ليستر صاعق قهربائي كان سرقوا من تشاز وبيصيبوا واحد من العصابة بي وبيفقدوا الوعي وبيجري بأقصى سرعة وبيطلع على الطريق ووقتها بيشوف شورتي قدامه وبيطلب منه يوصلوا للمدينة لكن الشورتي بيرفض فبيسدد له ليستر لكما عشان يخليه يقبض عليه وبتنجح خطته وبيحتجزو الشورتي وبياخدوه وبيرجع للمدينة ووقتها جاك كان قاعد بيتكلم مع ابنه شون في المكتب بتاعه وفجأة المكان بيتميل بحشرات غريبة وكل اللي موجودين بيهربوه وبيجي اتصال لجاك من الشخص اللي بيهدده وبيطلب منه يدفع له مليون دولار وإلا هيدمر له حياته وانا بنشوف مالفو هو واقف فوق المكان وبيتفرج على كل اللي بيحصل وفرحان ان خطته مشي ازي مرسمها وبالليل جراملي بيتكلم مع مالي وبيعرفها ان دورين افرج عن مالفو لانهم مش قادرين يثبتوا عليه اي حاجة وبيتعرفوا مالي ان ليستر هو الوحيد اللي هيوصلهم ليه وفي نفس الوقت ليستر كان محتجز في مركز الشرطة بسبب ضربه للظابط وبيتصدم لما بيلاقي رجالة العصابة داخلين معاه نفس الزنزانة وبنعرف انهم عملوا مشكلة مزيفة علشان يطم الابض عليهم ويدخلوا ليستر وبيقعد ليستر يقنعهم انه مالوش علاقة بوفاة سام وساعتها بيهجم شخص منهم عليه وبيضغط على الجرح اللي في ايده وبيخليه يتقلم وبيعترف ليستر على مالفو وبيفهمهم انه سرق عربيته وسافر لمدينة ديلاث وبعد شوية مالي بتروح لباب وبتبلغوا ان الشخص اللي خلص على فال وسرق عربية ليستر اسمه مالفو مش فرانك وبتفهموا ان سام هاجم على ليستر واصابه في وشه يوم حدسة فال وبتخمن ان مالفو كان بيتعالج في المستشفى وقابل ليستر هناك وتعرفه على بعض وان ساعتها ليستر اجره عشان يخلص على سام بالسبب اللي عملوا معاه وان في مشكلة حصلت بعدها خلت مالفو ينهي حياة بيرل ووقتها باب بيقتنع بكلامها الاول مرة وبيطلب منها وتروح معاه علشان يستجوبوا ليستر في مركز الشرطة وفي الوقت ده مالفو بيروح لصديقه براك وبيشتري منه اجهزة راديو ويقدر يتنصد بيها على قنوات اللاسلك بتاعت الشرطة علشان يعرف كل تحركاتهم ولما بيروح بيتصل بجاك وبيسأله عن الفلوس وبيكون جاك خايف وبيوافق انه يدفع له المليون دولار وبيفرح قالكس جدا ان خطتهم نجحت وبياخدوا مالفو وبيحتجزوا في قوضة عشان ما يتصرفش بتهور لحد ما هو يروح ياخد الفلوس ويجي وبيسيبه وبيمشي وتاني يوم حالة ليستر بتبقى حرجة جدا وبيوصل باب ومالي لمكانه وبينقذوه على اخر لحظة وبينقلوه للمستشفى وبتقدر العصابة توصل لسورة مالفو وبيبدأوا يدوروا عليه علشان يخلصوا منه وفي المستشفى الدكتور بيتكلم مع مالي وبيفاهمها انه قدر يخرج الشازية اللي في ايد ليستر على اخر لحظة وبيفاهمها انها كانت جزء من رصاصة بندقية وهنا مالي بتتأكد من شكوكها نحية ليستر وفي نفس اليوم مالفو بيوصل جاك لبيتو بيتكلم جاك معاه وبيفاهمه ان شغلهم مع بعض انتهى لانه قرر يدفع المليون دولار وبيسخر منه لانه ماقدرش يمسك الشخص اللي بيهدده وبيديله باقي فلوسه وبيسيبه وبيمشي وبيروح مالفو بعدها لبيت جراملي وبيعدي رقبه وبنعرف انه عاوز يخلص عليه لانه هو الشخص الوحيد اللي شافه ووقتها جار جراملي بيشوفه وبياخد ارقام العربية وبيطلب منه يمشي من المكان وإلا هيبلغ الشرطة وبيقلق مالفو وبينفس كلامه وتاني يوم تاني رئيس عصابة فارجو بيتكلم مع المساعدين بتوعه وبيفاهمهم ان سام كان دراعه اليمين وبيطلب منهم يوصلوا للشخص اللي خلص عليه وينهو حياته وبعد شوية مالفو بيروح لالكس وبيخرجوا من القوضة اللي كان محتجزوا فيها وبيباني انه الالكس متضايق منه جدا وبيسلمه مالفو الجهاز اللي بيغير الصوت وبيخليه يتصل بجاك ويتفق معاه على مكان يسلمه فيه الفلوس وبعد ما بينهي أليكس المكالمة بيتضربه مالفو بأداة قيلة على راسه وبيفقده الوعي وفي نفس اليوم جريملي بيتكلم مع مالي وبيحكي لها ان جارو شاف شخص غريب بيرأي بالمبنى وبيكون شكك انه مالفو وبيعرفها انه خد ارقام العربية من جارو وبحث عنها واكتشف انها ملك الجاك فبتقترح مالي انهم يروحوا للماركت بتاع جاك ويسألهم عن العربية لكن لما بيروحوا مش بيلأوا جاك موجود فبيمشوا وبعدها تشاز بيروح يزور ليستر في المستشفى وبيستغرب جدا لما بيلاقي الشرطة في المكان وبيسألوا لو كان متورط في حاجة وبيسخر منه ليستر وبيفاهموا انه تجرح بمصمر في ايده مش اكتر بس تشاز مش بيصدق كلامه وبيتعصب عليه وبيسيبه وبيمشي وساعتها ليستر بيقرر انه يهرب ويحط شاش طبي على وشه وبيبدل مكانه مع المريض اللي جنبه وبتوصل ممرضة للقودة وبتاخده علشان يعمل اشعة على اساس انه المريض التادي واول ما بتسيبه وبتمشي بيخرج ليستر من المستشفى وبيروح يسرق عربية وبيهرب بيها وفي نفس اليوم سمينكو بياخد شون لمكان بعيد عشان الشخص اللي بيهددهم ما يقدرش يقزيه وبيتصل بجاك وبيطلب منه مايروحش المكان المجرم بس جاك بيطمنه وبيفهمه انه عنده خطة وهيتصرف وبيفوق أليكس وبيلاقي نفسه مربوط وبنعرف ان مالفو هيغضر بيه وهياخد الفلوس كلها وبيربط مالفو سلح في ايده وبيروح يضرب نار في المكان عشان الشرطة توصل وتقبض على أليكس وفي الوقت ده ليستر بيرجع لبيته وبيشيل لحة متعلقة في القب وبياخد من وراها الشاكوش اللي خلص بيه على بيرل وبيروح لبيت تشاز وبيفتح خزنة الأسلحة بتاعته وبيحط الشاكوش فيها وبيسيب جنبه صور لبيرل عشان يورطه والشرطة تقبض عليه وبيكون ليستر عبقري وبياخد مسدس من الخزنة وبيحطه في شنطة لاص ابن تشاز عشان يتمسك في المدرسة والشرطة تحقق مع تشاز ويفتشه بيته ويوصله لسلاح الجريمة وبيخرج بعدها من البيت وبعد شوية الشرطة بتحاصر بيت أليكس وبيطلب منه دارين انه يستسلم وبيحاول أليكس يحرر نفسه بس مش بيقدر وانا بنكتشف ان مالفو عمل لهم كمين وبيدوس واحد من الجنود على حبل متوصل بسلاح وبيحصل اطلاق نار تاني في المكان ووقتها عناصر الشرطة بيتطروا يضربوا نار على البيت وبيقتحموا المكان وبيشوفوا السلاح في ايد أليكس وبيصبوا بطلقات بتختارج جسمه وبينهوا حياته وساعتها مالفو كان بيتنصت على الشرطة وبيسمعهم وما بيتكلموا في اللاسلكي وبيفرح جدا ان خطته نجحت وفجأة بتخبطه عربية وبينزل منها رجال عصابة فارجو وبيضربوا نار عليه وبيخرج مالفو من العربية وبيستخبى منهم وبيجرح نفسه بأداة حادة عشان يستدرجهم ويمشوا وراء أثار الدم بتاعه وفعلا خطته بتنجح وبيهجم على شخص منهم وبيفضل يطعن فيه وبينهي حياته وبيهرب من المكان وفي الوقت ده مالي وجريملي بيوصلوا لمكان جسد فرد العصابة وبتروح مالي يتدور على الشخص اللي خلص عليه وفجأة بيسمع جريملي صوت اطلاق نار وبيبان عليه انه خايف جدا وبيظهر شخصه قدامه لكن مش بيقدر يعرف هو مين بسبب العاصفة التلجية وبيصيبوا بطلقوا وبيوقعوا على الارض وبيتصدم جريملي لما بيعرف انها مالي وبعدها جاك بيروح يخبل فلوس في مكان فاضي عشان المجرم ما يقدرش يسرقه وبيتحرك عشان يقابل شان واسمينكو ويهربوا من المدينة وأثناء مكان سمينكو في الطريق هو وشان بيتفاجئ بكمية كبيرة جدا من السمك بتقع عليهم من السمك جاك لمكانهم وبيشوف جسة شان وبينهار من الزعل عليه وفي نفس اليوم ليستر بيرجع للمستشفى تاني عشان الشرطة ما تشكش فيه وتاني يوم الأخبار بتتكلم عن حادسة اسمينكو وشون وبنكتشف ان فيه إعصار قام نحية بحيرة غريبة وبسبب قوة الإعصار السمك تلع من البحيرة ترمى على الطريق وبعد شوية لاص بياخد شنطته وبيروح للمدرسة وفجأة بتقع الشنطة على الأرض وبيخرج منها المسدس وبيترعب وكل الطلاب أول ما بيشوفوه وبتوصل الشرطة لبيت تشاز وبيفتشوه وبيلاقوا اسلاحة مش مرخصة وصور لبيرل وسلاح الجريمة وبيقبضوا عليه وبعدها باب بيتكلم مع ليستر وبيفهموا انهم مسكوا سلاح مع ابن تشاز وانهم لما فاتشوا بيته لقوا الشاكوش اللي استخدموا وخلص بيه على بيرل وبيكدب ليستر عليه وبيفهموا ان بيرل كانت بدخونه مع تشاز وبيحكي له ان يوم الحادثة رجع لبيته وشاف تشاز بيزعق مع بيرل في القبو وان المشكلة طورت بينهم لدرجة ان تشاز هاجم عليها وانهى حياتها وساعتها شاف ليستر وهو بيتفرج عليهم وحاول يخلص عليه بس فيرني ظهر قدام وفجأة فاضطر تشاز انه يصيبه بطلق ويهرب من المكان وبيعرفه انه رفض يبلغ عنه لانه أخوه وبيصدقوا باب وبيصيبوا يمشي وبيتأسف له انه شك فيه وفي الوقت ده جريملي بيروح يزور مالي في المستشفى ولما بتفوق بيتكلم معاها وبيعتذر لها على اللي حصل وبيفهمها انه هو اللي ضرب عليها نار لانه ما كانش شايف اي حاجة بسبب العصفة وافتكرها مالفو لكن مالي بتعرفه انها مش زعلانة منه فبيفرح جريملي جدا وبيباني انه معجب بيها وبتسأله مالي عن فرض العصابة اللي كانت بتضرب عليه نار وبيعرفها جريملي انه تصب طلقتين وحالته حرجة وفي نفس اليوم مالفو بيروح يقابل دان وبيعرفوا ان فيه شخصين من عصابة فارجو هاجموا عليه وكانوا على وشك انهم ينهوا حياته وبيسألوا لو كان هو اللي ادالهم عنوانه او يتعاون معاهم وبيفهموا دان انه مستحيل يخونه لانه بيكسب منه رافلس كتير وبيصدق مالفو كلامه وبيطلب منه عنوان العصابة عشان يحل المشكلة معاهم بنفسه وبتروح مالي لفرض العصابة اللي في المستشفى وبتسأله عن مالفو بس هو بيتجاهل كلامها ومش بيرد عليها وبعدها مالفو بيهجم على مقر عصابة فارجو وبيستخدم سلاح رشاش وبيخلص عليهم كلهم وبيهرب من المكان قبل ما الشرطة تقبض عليه وتاني يوم مالي بيتروح لمركز الشرطة وبتعرفها شرطية هناك انهم قبضوا على تشاز بعد ما لقوا عنده سلاح الجريمة وبتستغرب مالي جدا وبتحس ان في حاجة غلط وبعد كام يوم ليستر بيشيل لبس بيرل وكل حاجتها وبيرميها عشان ما يفتكرهاش تاني وبيقرر يعيش حياة جديدة خصوصا ان كل الشواءات تلوقتي بعدت عنه وبعد فترة مالي بتتكلم مع باب وبتحاول تثبت ان تشاز بريء وملوش علاقة بالقضية فبيتعصب باب عليها وبيفهمها ان القضية تقفلت وان تشاز هيتعاقب على كل اللي عملوه وفي نفس اليوم مالفو بيروح للمستشفى اللي فيها فرد العصابة وبيهجم على حارس في المكان وبيستخدم حبله وبينهي حياته وبيصحى فرد العصابة وبيتصدم لما بيشوف مالفو قاعد جنبه وبيتكلم مالفو معاه وبيصخر منه وبيعرفه انه خلص على كل افراد عصابته وبيتعاطف معاه لانه مصاب ومش بيتحرك وبيقرر انه ما يخلصش على دلوقتي وبيسيب له مفتاح الكلب شات عشان يحرر نفسه وبيسيبه وبيمشي وبعد سنة بنشوف جراملي وهو بيشتغل عامل بريد بعد ما ساب شغله في الشرطة وبيرجع لبيته وبنعرف انه تجوز مالي وعايشين حياة سعيدة وبنكتشف ان مالي لسه بتحقق في قضية ليستر من ورا الشرطة لانها عاوزة تعرف الحقيقة وبالليل ليستر بيحضر حفلة في لاس فيجاس وبيتكرم لانه اكتر موظف حقق مبيعات وبيبان انه بقى عنده صحاب كتير وناجح في شغله وبنعرف انه تجوز لاندا زملته في الشغل وعايش معها حياة سعيدة وبعد الحفلة بيقعد ليستر في حانة الفندق وبيتفاجئ ان مالفو في المكان وبيتوتر جدا وقبل كامي يوم بنشوف مالفو هو بيشتغل دكتور أسنان وبنكتشف انه في مهمة جديدة وبيتكلم مع صاحبه تاري وبيعزمه على حفلة عنده في البيت وبعدها بيوصل تاري للحفلة هو ومراته وبيفضل يتكلم مع مالفو عن أخوي الصغير ستيفن وبنعرف ان ستيفن معاه أدلة حكومية ضد عصابة كبيرة وهيشهد بيها في المحكمة وانه حاليا تحت حماية الشرطة وعلشان كده مش بيقدر يقابل تاري وان مهمة مالفو الجديدة هي انه يخلص على ستيفن مقابل 100 ألف دولار وفي الوقت ده تاري كان قاعد مع مالفو في الحانة وبيفهموا انه عاوزوا ييجي معاه وهو راح يقابل ستيفن وبيعرفوا ان الشرطة معينة حراسة مشددة عليه وبيوافق مالفو وفجأة ليستر بيروح يتكلم معاه قدامهم لكن مالفو بينكر انه يعرفوا لانه في مهمة ومغير اسمه ومش عاوز يتكشف وبيسيبه وبيمشي بس ليستر بيروح واراه وبيركم معاه الأسانسير وبيكشفه قدام تاري ومراته وفجأة مالفو بيطلع مسدس وبيخلص على كل الموجودين في الأسانسير وبيتعصب على ليستر وبيفهمه انه كان بيخدع تاري من ست شهور وهو بوز المهمة بتاعته وبينزل بالأسانسير لمغزن الفندو اللي موجودين فيه وبيطلب من ليستر انه يساعده عشان يخفي الجسس بس ليستر بيتضربه على دماغه بالجايزة اللي خدها وبيهرب من المكان وتاني يوم بيجي اتصل لمالي وبتعرف منه انه في مجرم خلص على ثلاث أشخاص في الأس فيجس وانه فيه شاهد كان بيتكلم مع الضحايا في الحانة قبل وفاة وبتتصدم مالي لما بتعرف انه ليستر وبتقرر تحقق في القضية وبعد شوية بيوصل ليستر لبيته وبيطلب من ليندا انها تجهز شنطتها وبنكتشف انه ناوي سفر لمكان بعيد عشان مالفو ما يقدرش يوصل له وفجأة مالي بتخبط على الباب وبيقلق ليستر جدا أول ما بيشوفها وبتسأله مالي عن الحادثة اللي حصلت في الفندق ولو كان شاف حاجة غريبة في الحانة بس ليستر بيعرفها انه خد مشروب ورح للقضة بتاعته عشان ينام وبيأكد لها انه ما يعرفش اي حاجة عن اللي حصل وبتستغرب مالي جدا لان ليستر رجع من السفر قبل معاده وبيتفهمها ليندا انه هي اللي قررت انهم يرجعوا لانها حست بملل فبتشكرهم مالي وبتطلب منهم يفضلوا في المدينة وما يسفروش لانهم ما يحتاجوهم في التحيات وفي نفس الوقت مالفو كان بيدور على ليستر وبيكتشف انه عزل من بيته القديم وانه فتح شركة تأمين خاصة به ولما بيروح يدور عليه هناك مش بيلاقي حد وبالليل ليستر بيحجز تساجر السفر وبيكذب على لاندا وبيفهمها انه حل المشكلة مع مالي وانهم دلوقت يقدروا يسفروا براحتهم وفي الطريق ليستر بيعد على الشركة بتاعته وبيستغرب لما بيلاقي الإضاءة شغالة في المكان خصوصا انه كل الموظفين اخدين اجازة وبيعرف ان فيه شخص مستخبي جوه وبيكون محتاج جواز السفر بتاعه عشان يقدر يهرب من البلد قبل ما يتورط مع الشرطة فبيطلب من لاندا تدخل للشركة وتجيب له جواز السفر من الخزنة وبيسلمها الجاكت بتاعه عشان مالفو يفتكر انها ليستر ويخلص عليها بداله وفعلا خطته بتنجح وبيظهر مالفو من وراء لاندا وبيصبها بطلقة وبينهي حياتها وبيتصدم مالفو لما بيكتشف انه خلص على شخص تاني وبيهرب من المكان وساعتها ليستر بينزل من العربية بسرعة وبيروح للخزنة عشان ياخد جواز السفر بتاعه ويهرب بس بيرجع في كلامه على اخر لحظة لانه لو هرب التهمة تثبت عليه وبيروح لمطعم شارلي وبيعود هناك ولما شارلي بيسأله عن ليندا وبيعرفوا ليستر انها بتجيب حاجة وجاية في الطريق وبيطلب اكل ليهم هما الاتنين عشان يباني انه ما يعرفش اي حاجة وبيخدع شارلي وبيقوله انه هيدخل الحمام بس بيخرج بهدوء من باب المطعم الخلفي وبيتصل بالشرطة من تليفون في الشارع وبيبلغهم بمكان الجريمة وبيرجع يعود في مكانه تاني وبعد شوية الشرطة بتوصل للشركة بتاعته وبتروح مولي لمكان الجريمة وبتستغرب جدا لما بتشوف ليندا لبس الجاكت بتاع ليستر وبتخمن ان المجرم كان عاوز يخلص على ليستر واصاب ليندا بالغلط وبتشك ان مالفو هو اللي عمل كده وفي اللحظة دي بيوصل ليستر للمكان وبيخدع الشرطة وبيمثل انه حزين ومنهار وبتحاول مولي تهديه وبتاخده وبتمشي وبعدها مالي وباب بيعودوا يستجوبوا ليستر وبيتوري له مالي صور لمالفو وبتسأله عنه وبيتوتر ليستر جدا وبيرفض انه يتكلم وبيطلب منهم يجبوله محامي وساعتها مالي بتتأكد من شكوكها وبتجتمع بالفريق بتاعها وبتديهم مواصفات مالفو رقم عربيته وبتطلب منهم يدوروا عليه في كل مكان وفي الوقت ده بيوصل الخبر لجراملي فبيتسأل بمالي وبيكون خايف عليها جدا وبيطلب منها ما تروحش الدور على مالفو بنفسها لانه شخص متهور وكمان لانها حامل وهو مش مستعد يخسرها وبتبعده مالي انها تتبع القضية من المركز وبتقفل معاه وأثناء مكان جراملي في الطريق اللي شغله بيشوف عربية مالفو وقفة قدام بيت في الغابة وبيرقبه من بعيد وبيخاف جدا لما بيتأكد انه نفس الشخص اللي قابله من سنة وبيستنى لما يمشي وبيدخل للبيت وفي نفس اليوم مالفو بيروح لمعرض عربيات وبيختار عربية وبيطلب من الموظف اللي هناك انه يجربها وبيسلموا الموظف مفتاح العربية وبيروحوا يجربوها مع بعض وبعدها مالي بتفرج عن ليستر علشان تستخدمه كطعم وتستدرج بي مالفو وبتبعت معاه حراسة للبيت وبعد شوية بيوصلوا البيت وبيدخل ليستر جوه وبيسيب الحراسة بر وفجأة في عربية بتقرب من البيت وبتوقف قدامهم فبيصووا بالحراس اسلحتهم عليها وبيستغربوا جدا لما بيلاقوا شخص مربوط جواها وفي اللحظة دي بيظهر مالفو من وراهم وبينهي حياتهم وبيبص ليستر من الشباك وبيشوف عربية الشرطة وهي فضية وفيه آثار دم على الأرض وبيخاف جدا وبيروح يستخبه وبيدخل مالفو للبيت وبيدور على ليستر وبيسمعه هو وبيطلب المساعدة من الشرطة وأول ما بيقرب من الباب بيدوس على الفخ اللي ليستر حططوله وبيتقفل على رجله وبيتصاب وبيخرج ليستر فورا من الأوضة وبيحاول يضربه بالنار بس مالفو بيتفادة طلقة وبيرمي علبة حديد على ليستر وبيصيبه في وشه وبياخد المسدس بتاعه علشان يضرب نار عليه وساعة ليستر بيدخل الأوضة وبيقفل على نفسه وبعد شوية بيخرج من الأوضة وهو خايف وبيكتشف أن مالفو ميشي لما بيلاقي أثار الدم بتاعته على الأرض وبيروح مالفو للبيت بتاعه وبيقعد عشان يعالج نفسه وفي اللحظة دي جريملي بيظهر قدامه وبيصيب المسدس بتاعه نحيته وبيصيبه بطلقات بتخترق جسمه وبينهي حياته وفي نفس اليوم بتوصل معلي للمكان وبتشوف شنطة فيها شراية تسجيل في قودة مالفو وبتلاحظ أن فشرت منهم بأس بيستر وبتسمعه وبتكتشف أنه تسجيل المكالمة بتاعتهم وبتتأكد أنه هو اللي خلص على بيرل وبعد أسبوعين رجال الشرطة بيطردوا ليستر علشان يقبضوا عليه وبيجري ليستر منهم لحد ما بيوصل لبحيرة متجمدة وبتحذروا الشرطة عن المنطقة اللي بيجري فيها محظورة بس هو مش بيهتم بكلامهم وبيكمل جري وفجأة التلج اللي تحته بيتكسر وبيقع في المياه وبيفقد حياته وانتقموا سلسلنا ويارب يكون عجبكم وياريت كل مريخي عايش معانا على الكوكب يكتب في الكومنتات اسم الفيلم أو المسلسل اللي حابب نلخصه علشانه الفترة اللي جاية واللي هيجيب لايكات أكتر على الكومنت بتاعه هينزل الفيلم اللي اختاره